قرية تغراس تكبر القرى ببلدية برج الطهر تضم عدة تجمعات سكانية متفرقة ما صعب من وصول التنمية إليها الصحة هي الأخرى لا أثار لها بقرية تغراست باستثناء هيكل بلا روح ما زال المواطن هنا يسميه قاعة العلاج لم يجي هذا مغلوق لا أفرم لي لا طبيب يجي هنا لا شيء من عدم التغطية الصحية بالمنطقة فرض على السكان رحلة البحث عنها في جهات أخرى كبلدية ولد عسكر بوسيف صحة مريدة تعرف إنسان باش يمرض وإنسان هنا عطفاله ولو يسميه اللي يسميه دائما هنا البلدية بوسيف لم يرى كما قالك تحب زيد مثلا ولا تشكة ولا أي عايق يصيبها تروح لبوسيف ولد عسكر أما رئيس البلدية فقد فن داغل قاعة العلاج والمشكل حسبه لا يتعدى التأثير هذه العيادة رح تعمل بها ممرض رح يعمل يعني كل الأسبوع نحن نسعى مع مديرية الصحة لتخصيص يوم واحد لطبيبي يزور كل العيادة على كل حل الموجودة على طراب البلدية أغلبية الطرقات قمنا بتعبيدها والبقية رحي في طريق هناك من في طريق الإنجاز وهناك من برمجة في مشاريع التنمية لسنة 2015 ويبقى المواطن في تغرست يأمل قلب صفحات سنوات النسيان وفتح صفحات التنمية ولو في أبسط ضرورية الحياة تلاتية الماء والطريق والصحة